موسيقى فعلا كما تابع الجميع المنع دي الوفد الاعلامي المغربي لتغطية لصافر الى مدينة وهران الجزائرية من نجل تغطية دورة اللعبة الوحرى الابيض المتواسط صفرنا نحن تسعة صحفيين تماني صحفيين ومعنا زميلة صحفية الصفر كما يعلم الجميع في الحدود الجوية مغلقة بين المغرب والجزائر كان عبر تونس التوقف في تونس داما لما يقارب الخمس ساعة ونصف لذلك عرجنا على مطار وهران احمد بن بلا فور وصولنا الى المطار قبل مغادرة المغرب نحن نعلم يقين على ان اللجنة الوطنية الولمبية صهرت على اعتمادنا كتسعة صحفيين معتمدين سواء هنا في المغرب او مع مؤسسات معروفة ومؤسسات مهيكلة ومؤسسات قانونية لما وصلنا الى مطار وهران بن بلا كنا تقريبا تسعين بطل وبطلة وتسعة بينهم كذلك الطاقم الطبي وتسعة صحفيين فور وصولنا اخبرنا مسئول امني على ان الصحفيين غير مؤتمدين ويجب ان نسلمه جوازات الصفر على ان يتم اعتمادنا بطريقة اخرى والاجراء سيستغرق عشر او ربع ساعة في ذلك الوقت سلمناه جوازات الصفر اعطوا الضوء الاخطر للوفد المغربي بان يغادر المطار ويدخل التراب الجزائري وتم الابقاء علينا في المطار في زاوية في المطار لما يقارب ساعة وساعتين وثلاث ساعات واربع ساعات ونحن ننتظر الى منتصف الليل لانو وصولنا كان في السالسة والنصف الى منتصف الليل فامشينا كنستفسر المسئول الامني ومدير المطار على الاجراءات الى اين هل سنغادر لماذا تم تأخيرنا لانه هناك تنسيق بين اللجنة الولمبية ووطنية وكذلك بين الجهة المنظمة الجهة المنظمة لدورة العاب البحر الابيض المتوسط وخاصة المسئولين على الاعتمادات انتظرنا تقريبا الى غاية الواحدة والنصف لما بدأت الوفود توافد سواء الوفد الاسبانيا والالمانيا ووفد البوسنة وباقي الدول لاحظوا ان كل الوفود تسألنا ما السبب في حجزكم يعني واحتجازكم هنا فغيرون من ذلك المكان الى غرفة اخرى قالوا ان هذه الغرفة ستبقون فيها تقريبا لساعة وبعد ذلك تغادرون مباشرة الى الفندق في الغرفة تفاجأنا على ان كل الامر كانت مرتبة بان نقضي تلك الليلة في تلك الغرفة وان الاوامر اعطيت بان نظل في عزلة عن العالم الخارجي يعني ممنوع علينا الانترنت وممنوع علينا اخذ الشريحة وممنوع علينا تسلم الجوازات وننتظر القرار سموهما على انه سيكون من جهات علية من اجل يعني تقرير في المصير هل نعود الى المغرب او يتم الترخيص لنا انتظرنا لغاية اليوم الاخر فتقريبا لما تجاوزنا 24 ساعة بدأوا زملاء يحتاجون على هذا القرار اما بيعني لو احنا مسموح لنفرض جدلا انه ما عندناش الاعتمادات في المغرب والجزائر ما بينتناش تأشير يعني الفيزا بمكانهم سماح لنا الدخول الى الجزائر وبعد ذلك حتى لنفرض جدلا انهنا غير معتمدين ونحن المعتمدين باطار قانوني نصور الكواليس احنا افهمنا على انه ربما هناك نية مبيتة لدى السلطات الجزائرية بمنعنا منها وصار التفكير فقط في شيء واحد هو العودة لأرض الوطن لانه في اللحظة اللي تم حجزنا لمدة 30 ساعة ومنعنا حتى من الاكل والشرب يعني الاكل اللي الوجبات اللي كنا نتوصل بها كانت من مبادرات خاصة من رجال الامن احنا المدخلنا كنا نقول على انه نكون في ظروف اقامة جيدة وما الصالة سموها صالة في اي بي لكن الصالة لو كانت في اي بي لو كانت في اي بي تلك الطريقة في عدة البلد فأكيد البلد تخلف عن الركب على مستوى التطور لانه صالة عادية جدا فيها فقط كراسة عادي احتى زملاء كل من اعسوا في كراسة تخريبا الا انه صعب يدخلنا الجامعة نصلي في جامعة صغيرة ونعسنا فيه الاخرين كل شيء نعس في كراسة بالبرد في الكارفيس من كنا نسناه على انه ان توصلوا بالواجبات ممكن توصلنا تشي حاجة بعض الجزائريين من رجال الامن ربما ما عجبوهم للمنظر قلتك احنا احنا مما غير راضين على هذا ولكن هذا قرار ممكنش حنا سيادية او قرار من جهات عالية جهات أمنية عالية في الجزائر ممكنش حنا نسمح لكم تخرجوا فحنا بمبادرات خاصة سنجيبوا لكم الاكل مشاء ويأتي كل مرة شرطة يأتي بالواجبات مرة واحد من المستخدمين للمطار مرة واحدة من المستخدمين للمطار لتخبيع عليهم باش اننا نقدرون نبرطج الكونيكسون بناتنا فكبقت الامور الان جاء القرار تقريبا بعد 30 ساعة بانه ممنوعين من دخول الجزائر وبانه بيننا اثنين سموهم جواسيس يعني او من مخابرات المغربية او أمن المغربي ليسوا صحفين جاءوا من اجل مهمة اخرى وليست مهمة تغطية العب البحر في المتوسط صحفين ممارسين وينتمون على المؤسسات معروفة حتى الاجراءات اللي كانت معانا كان فيها حيف كبير لانه مكانش معانا تواصل كانوا يطبقون علينا اي قرار منهم يطبق علينا لا نناقش معهم القرارات يقول لك مثلا انت بقى في هذا المكان انت بقى في هذا المكان اللي تغطي ناقش يقول لك انا فقط عبد مأمور هذا الوصلني القرار فانا اخبرتك بما في القرار الى غاية حتى جوزت السفر لانه تالطريقة لتمترحي النبي وكأننا مجرمين لانه حرمونا من جوازات السفر من تجاوز مكان معين في المطار من الاجراءات القانونية قبل السفر وتمترحينا نجاح تالطوبيس الى الباب اللي احنا فيه باب خاص خرجنا منه مباشرة الى الطائرة وتمتسلمنا جوازات السفر في باب الطائرة كأن الترحيل وكأنه ليسوا صحفيين مهنيين جاءوا ليغطوا حدث رياضي وأكيد هذا يسيء الى الجزائر يسيء الى دورة الألعاب البحر الأفية المتوسط ويسيء الى اللجنة الأولمبية المشرفة ليس الوطنية وإنما المشرفة على هذه الألعاب بأنه عليها أن تتدخل وعليها أن تصدر قرارات في حق الجزائر لأنها لم تحترم دفترة التحملات ولم تحترم المواثيق الدولية المتفقة عليها وتجاوزت الحدود بأنه حتى اليوم الوفد المغربي هو محروم من التغطية الإعلامية بشكل شامل دورة الألعاب فيها رياضات كثيرة وسيكون هناك تزام في الرياضات بطل مغربي يلعب تيكواندو هنا عندك بطل آخر في نفس الوقت في الكاراتي عندك بطل آخر في السباحة فكان على هذا الوفد كنا عندنا برنامج خاص من أجل أن يكون كل واحد متواجد في مكان من أجل تقريبا الرأي العام المغري لكن قرارات السلطات الجزائرية التي يخيفها بكل صراحة أول شيء لا يريد أن الوفود الأخرى ترى أن الوفد المغربي محتجس هذا من جهة أول من جهة ثانية كان تزامن مع تدشين ترمينال ثاني في المطار وكان سيدشينه رئيس الجمهورية الجزائرية فهما من أجل أن لا نشاهد تدشين أو لا نشاهد تلك الإجراءات قاموا حتى كانت تقريبا شاحنات كبيرة تقف بشكل متعمد لتحجب علينا النظر من الزجاج لما يحدث في المطار بالدخل فتقريبا تصرفات المعاملات كانت لا إنسانية بكل صراحة كانت فيها ممارسات يعني لا إنسانية كانت فيها السفزازات في المقابل كان هناك ترحاب كبير جدا من الشعب الجزائري دائما أسطر عليها لأنه حتى نوضح على أن المشكلة هي مشكلة مع المشكلة هي عند العسكر الجزائري بصراحة وليس عند الشعب الجزائري اللي رحبين ملقى هوالي في المطار يعني استفزته وتلك المعاملات وفضل أنه يعطينا كل شيء بالمجان رفض أنه يتسلم النقود على الوجبات اللي يقدم لنا فأعطانا كل شيء بالمجان وعطانا نتخبية حتى على المسؤولين تع المطار الرجال الأمن اللي كان يقدم مساعدة يقدمها بتخبية تحس بأنه هناك قرار مضغوط عليهم من جهة معين كل صراحة تقول لك إذا ظهر السبب بطول العجب فطريقة توجهه هو في الفترة الأخيرة حادة للجيش الجزائري والطريقة تدبير المؤسسات إلى إنسان يعني ينوه بطريقة فيها مبالغة كبيرة جدا يحاول حتى الإخفاقات يغطي عليها بطريقة معينة فأكيد ربما لا أريد أن أقول على أنه يعني صار ناطق رسمي أو ناطقها الرسمي بطريقة معينة لكن كل صراحة نحن المغاربة ضيافة هذه سيمة يعني في الشعب المغربي بأي أجنب جاء إلى المغرب والمغرب الذي صار قبلة لجميع الديانات وجميع الأجناس وجميع الأطياف فالمغرب بلاد يعني شعب مذياف و اللي جاءوا من قبل ومن سيأتيونا من بعد سيأتيونا بعد سيجدوننا سيجدون أبوابنا مفتوحة كمغاربة لاستضافة الجميع وكل واحد وتصرفه من بعد أنا ما نريد أن نستثنيه لأنه مثلا أخبار صديق قال حمزة يتصل به فأنا نريد أن نتصل به بحكم أنه أي شخص مثلا يسيئ للبلد أو يسيئ للمملكة المغربية فهو يسيئ لنا كمواطنين مغاربة و يبقى هناك صداقة لا يبقى هناك رابط فتقريبا التواصل بيننا توقف منذ فترة طويلة منذ أن كانت تغريداته تسيئ لكل ما هو مغرب هذا مجهة أولا مجهة ثانية قال له ونرى حمزة ويضمني خمسة أو ستة آخرين يحدد للصحفيين ونجدهم يدخلوا ونرى ما هو لأنه لما أنا معي زميلة أو زميلة أمانة معنا لا يمكن أن أستثني ونقول لك وأنا لا أريد أن الفضل يأتي من شخص يأتي من شخص يأتي إلى بلدي ويأتي إلى وطني ويأتي إلى مؤسسات الدولة فأنا لم أتجاوبت معاني مع الصديق لقد قلت له أن أمورنا كلها على واحد إما ندخل جميعا معززين مكرمين صحفيين مهنيين تابعين لمؤسسات مهيكلة وإما أننا نعود جميعا القرار الذي سيطبق علينا وحتى ندخل ونحن عندنا صفة أنه بين جسوس أو جسوسين فنحن لن نقبل بهذا ولن نغطي هذه الدورة كيفما كان الحال فبلدنا الحمد لله وقبلة لتظاهرات الكبيرة المغرب تطور ولكن تستنتج من كل هذا بكل صراحة أن هذا ربما بين قوسين هذا الكره اللي صار في المؤسسات الكبيرة في بلد شقيق للمغرب هو ناتج عن التطور الكبير الذي عرفته المملكة المغربية لأنه كمغربي عندما تشاهد البناء البنية التحتية عندما تشاهد التطور الاقتصادي والتطور السياسي والتطور الرياضي والتطور كذلك على جميع المستويات والعصعدة وتذهب إلى هذا البلد بلد مجاور تلاحظ على أن ربما تخلفوا لسنوات وسنوات ويريدون حتى امتصاص غضب شعبهم بهذه الطريقة بتوجيه ربما الرأي العام إلى بلد جار لهو المغرب لسيادة وشعبا ينهج دائما سياسة اليد الممدودة لكل الجيراء أكيد في تونس وجدنا وصولنا كانت تقريبا ساعة ثلاثة ونصف صباح نتوقيت متأخر جدا كانوا موظفين الصفارة المغربية متواجدين في المطار سهلوا كل الترتيبات أولا وجدناهم على أن متأسفين من هذا القرار ويستنكرون هذا القرار وتوجهت سعادة سافير المملكة المغربية بتونس كانت تقريبا كلها يعني مؤازرة وتضامن وكلها حرص على توفير ظروف الإقامة بشكل جيد وصهر على كل صغيرة وكبيرة بما يتبقي الموظفين يعني حتى من تنقل من المطار من إجراءات المطار كانت تسهيلها عدم الانتظار أكثر في المطار لأنهم يعلمون أننا قضينا ليلة بيضاء في مطار وهران أحمد بن بلة فسهلوا علينا كل الأمور في مطار تونس قرطاش إلى الفندق إلى الصهر على الغرف الجيدة في الفندق إلى الصهر كذلك على الوجبات في الفندق إلى كل شيء وكان استقبال من سفير صاحب الجلالة في مقر الصفارة المغربية في تونس سأسف عن هذا الأمر وبحكم هو كذلك أحد الرجال الذين ينتمون إلى الجسم الصحفي في فترة سابقة ورجل له خبرة كبيرة جدا مع جميع شرائح المجتمع مستوى عالي فحتى طريقة التي تحدث معنا بها أعطتنا الكثير من الدفء والكثير من الوعي وأشيد كذلك بتسعة صحفيين الذين تواجدوا في المطار لأنه لم تسجل عليهم أي ردة فعل سلبية لأنه شخص آخر تحتاجه تقريبا لثلاثين ساعة ولا يعرق مصير وممكن يدخل في مشاهدات وممكن يدخل كذلك في كلام يطور الأمور ويزيد الطين بل لكن الكل نهج السياسة الضبط النفس انتظرنا نحاول أن ننسي بعضنا البعض واحد يجب مع أتائي ويجب مع الأمور محمد العدلاني كان يوجد لنا أتائي ونقاوز ونضحكين وذلك لننسي لأنه غير واحد يقول لك قصة بأن الناس ربما احتجزوا من قبل لا يعرف عليهم أي شيء لسنوات فتتخوف من مصير كيصير مصير مجهول بشكل كبير وتتخوف من المصير لكن الحمد لله المغرب دائما سيادة وشعبا كان تأذر كبير في مواقع التواصل الاجتماعي كذلك القنصلية المغربية سواء في الجزائر أو السفارة المغربية حتى القنصلية الجزائرية المشكلة الغريبة التي كانت حتى القنصلية المغربية لنسع قنصلية أو لنسع لجنة الأولمبية الوطنية لما جابوا لنا الأشاة في المطار الأمن على المطار رفض أنه يدخل لنا هذا الشيء ونحن أعطيناهم تعشاء ولو أنك أعطينا تعشاء بمبادرات شخصية هذا الشيء ديالنا تقدر دخلوا لنا ونحن أولوا ولوحوه فهنا كانت واضحة أنه الأمور فنحن كنا فقط نفكر في العودة لما قال أقل عسى الطائرة وعادة لا تنسقونا الحمد لله على أن الأمور خرجت سلامات وما تطورت لشيء لا يحمدها قبل ما تخرجوا لا تنساوش تابعونا وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية